اشتركوا في القناة اه كوباية الا ربع من اللبن حطتها في الخلاط بالشكل ده هحط عليها نص كوباية من الزيت لو انت عايزها تبقى غنية اكتر ممكن ان انت تحط سمنة او سمنة على زيت هحط كمان معلقة من الخل وعندي هنا 3 بضات هستخدم 3 بضات كلهم وهحط كوباية الا ربع من السكر وممكن تستخدمي كوباية حسب ما انت عايزة يعني السكر والتحلية دي بتاعتك انت يعني من كوباية لربع الكوباية او لو انت حابة ان انت تزودي كمان ممكن تزودي طبعا انا نسيت احط الفانيليا ولكن انا هحطها معاك دلوقتي شايفين ادي الفانيليا حطيت الفانيليا وهقلبهم بقى شوية كده لحد ما السكر يضوب خالص والخليط بتاعي يبقى قوامه تقيل شوية وياخد لون ابيض شايفين شكله حلو ازاي تعالوا بقى انا عندي هنا كمية الدقيق اللي انا هحطها هحط كوباية ونص من الدقيق وعليهم رشة ملح وكمان هحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج بودر هقلبهم كويس في الدقيق وابتدي ان انا احطهم في الخلاط هحط كمان معيهم ربع كوباية من الكاكاو طبعا الكاكاو بتاعنا كاكاو خيم هقلب هنا انا بوريكم ان انا هحط معي مع الدقيق هحط البيكنج بودر وهقلبهم شوية طبعا انا حطيت كمان عليهم رشة ملح هحط بقى الدقيق في الخلاط وبعد ما نحط الدقيق في الخلاط احنا مش هنقلب كتير يعني انا هاخدهم لفة واحدة بس كده في الخلاط علشان الكيكة نفسها متعجنش معيك فانتي حطي الدقيق وهحط كمان ربع كباية من الكاكاو انا مستخدمها الكبايات المعيارية في الكيك هقلبهم بقى تقليبة بسيطة كده في الخلاط ولو في في الجوانب مثلا يعني الخليط بتاعك لازق في الجوانب او الدقيق او حاجة نزليه بمعلاقة وهقلبهم حاجة بسيطة كده هحط بقى في البايركس كده دهنته بالسمنة وهنزل بالخليط شايفين قوامها هو ده القوام اللي هيخلي الكيكة معيك تطلع مظبوطة يعني وتطلع مستوية من جوه وحلوة جدا وقوامها هيبقى حلو انا مش عايزها تعلق قوي فما حطيتش الخليط كله شلت منه جزء كده سويته لوحده حطيته هنا وهحطه بقى في البتجاز في فرن البتجاز على درجة حرارة 150 او 180 واللي مدت 10 دقايق او ربع ساعة او لحد ما الكيكة بتاعتك تستوي لما تختبريها وتلاقيها من جوه وما فياش اي سوية لتبقى استويت معيك تعالوا نعمل الالسوس اللي احنا هنحطه على الكيكة من فوق وحطيت حلة فاضية على النار وحطيت فيها كوباية من السكر هستنى شوية لما السكر من تحت كده مش هحط طبعا فيها مية ولا حاجة دلوقتي هستنى لما السكر من تحت ياخد لون وابتدي ان انا اقلب فيه السكر من تحت اخد لون زي ما انت شايفة كده هقلب بقى فيه شوية علشان السكر ده كله يدوب انا عايزة السكر ده كله يدوب ما يبقاش حبيبات زي ما هو كده علشان لما تحطي مية ما يتكتلش معيك فلازم السكر يدوب في بعضه كده على نار هادية جدا علشان ما يتحرقش بس لو وصلتي معي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة ونواريني لو اول مرة تشوفيني وكمان فعالي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد تابعوني وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض وصفات كتير حلوة تعجبكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان على الابواب ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان شاء الله باذن الله لما تعمليها وتعجبك قوليلي رأيك في الكومنتين انا بقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده هستنى لما السكر يدوب خالص ويبقى بالشكل ده شايفين السكر هنا ده بخالص هنزل عليهم بقى بنص كوباية من الميا ميا عادية جدا من الحنفية حطيت نص كوباية ميا وما تتخضيش لما يعمل معاك كده هيفك حالا قلب فيه شوية هيفك خالص وهيبقى معاك سيل بس كل ده لازم يكون على نار هادي انا هنا بهدي النار عليه اكتر علشان يعني مايتحرقش وياخد ويبقى مر لو الكراميل اللي معاك اتحرق هيبقى طعم مر فهقلب فيه شوية حلوين كده لحد ما الكتلة دي تدوب وده طبيعي لما نحط الميا على السكر خلاص هنا دي بخالص كده عندي بقى كوباية ونص من اللبن هحطهم ولو احتاجت مني لبن تاني انا هحط بس طبعا انا هدوب معلقة ونص من النشا في الكوباية ونص من اللبن هدوبهم فيه علشان انا عايزة القوام يتمسك شوية دوبتهم في اللبن وحطيتهم كده على السكر وكمان حطيت معلقة ونص من الزبدة هقلبهم شوية لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزيه القوام بتاعه هيبقى متمسك كده زي المهلبية او حاجة شايفين بس طبعا بيبقى ناعم اكتر يعني بالشكل ده والزبدة دي بتفيه عندك بقى كوباية من السوداني ممكن كاجو ممكن بندق فصدق لوز زي ما انت عايزة ممكن تستخدمي المكسرات اليابانية اي مكسرات عندك انا استخدمتي هنا سوداني اللي موجودة عندك استخدميه ممكن تحطي معاها كمان جوز هند هتبقى حلوة جدا حطيت بقى الكرامل كده زي ما انتوا شايفين على الكيك الكيك بارد والسوس ده سخن ممكن ان انت تسقي الكيك لو انت حابة ان انت تسقيها ممكن تسقيها لبن وعليه معلقة من السكر وتسقيها وممكن تعمليها زي ما انا عملتها كده انا ما ساقتهاش وكان طعمها حلو جدا هسيبها بقى لما تبرد وبعدين اقدمها او ممكن تقدميها سخنة انا دقتها وهي سخنة وعجبتني فليك حرية الاختيار ودي الكيك بتاعتنا ويا رب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعال الجرس علشان يوصلك مني كل جديد اتمنى ان هي تعجبكم وشكرا جدا على كومنتاتكم الحلوة وشكرا على اللايك الحلوة وشكرا على دعواتكم واشوفوا الشكم بخير في فيديو جديد من مطبخ مونة الشازلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة